وتابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تحديث جديد داخل جروك كنت كلمتك عن جروك سري من قبل على القناة والأداة اللي هتكلم عنها النهاردة داخل جروك هي أداة مجانية تقدر تستخدمها بشكل مجاني وحقول لك ازاي ممكن ان انت تستفيد بيها وهذه الأداة هي جروك ستوديو جروك ستوديو مشابهة لي الكانفاس الموجود في شات جي بي تي وزي ما قلتلك هتقدر تستخدمها بشكل مجاني كل اللي عليك من انت هتخش على الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وتبتدي تخش معايا ونشوف مع بعض هذه الأداة اللي هتظهر معاك كالتالي هنا أي حاجة هتكتبها هتبتدي انها تفتح في الكانفاس تعالي نشوف أحد هذه الأمثلة أحد هذه الأمثلة قلتله بالبداية خالص قم بكتابة مادة تعليمية للأطفال عشر سنوات لشرح دورة حياه المياه بطريقة مشوقة وجذبة أنا هاخد الموضوع معاك كده كوبي ونعمله مع بعض تاني مرة تانية واحدة واحدة هتدي ان أنا هدوس انتر وهتلاقي على طول فتح معاك جراك ستوديو زي ما احنا شايفين علشان يكتب لك المادة التعليمية اللي انت عايز تشرحها للأطفال عشان تشرحها بشكل حلو يعني انت أوكي ممكن تكون عارف أكيد أو ممكن تكون انت مدرس وعارف ايه هي هذه المادة العلمية ولكن عايزها تتكتب بشكل جيد الطفل كده لما يقراها يبتدي ان هو يستمتع وهو بيقراها فهنا مثلا مغامرة قطرة الماء دورة حياة الماء بيشرح لك الموضوع كأن حد بيحكي كده قصة مرحمة يا أبطال الماء هل تسألتم يوما من أين تأتي المياه التي نشربها أو إلى أين تذهب وابتدى يديك رحلة أو دورة حياة الماء والجميل بقى ان انت في الكانفاس تقدر ان انت تعدل اي حاجة انت عايزها يعني مثلا ممكن تشيل أبطال الماء دي تخليها حاجة تانية مرحبا يا أبطال وممكن تروح تخلي جزء معين bold أو italic أو كمان هنا بالنسبة لي heading اللي هو العنوان heading 2 heading 3 heading 1 تقدر تعدل كأنك بتعدل داخل الword تقدر تحط order the list يعني 1, 2, 3 تقدر تحط list عبارة عن نقط أو bullets تقدر تحط زي ما قلت لك underline تتعمل كأنك بتتعامل في الword وبعد الكتب تبتدي هنا تعمل download to file ويبتدي ينزل معاك الملف بتاعك ممكن تاخده copy وممكن أن أنت تعمل download to file طب أنا مش عايزة الموضوع يقف عند هذه الجزئية أنا عايزة أوريك بقى ممكن تعمل إيه أنت خلاص أنشأت المحتوى باللغة العربية وعطهولك بالمنظر ده واخدته copy ممكن نرجع بقى مرة تانية كده أوريك عملت معاقي خلاص أنا كنت بس عايزة أوريك الكانفس بيفتح إزاي معاك بعد ما تم إنشاء دورة حياة المقل الأطفال ابتديت قلت له هل يمكنك قيامك بتشكيل هذا المقال باللغة العربية هو ما فهمش قوي فابتديت إن أنا أقوله تشكيل المقال ووضع التشكيل على الكلمات فهو هنا فهم قال لي حط الضمة الكسرة السكون الشدة فابتدى إن هو يعملهولي بهذا المنظر ليه بهذا المنظر؟ نفترض إن أنت عايز تعمل voice over بصوتك وممكن تكون مثلا إن ده بالنسبة للتشكيل بتوجهك مشكلة أنا شخصيا بتواجهني هذه المشكلة فتبتدي إن أنت تسجل بصوتك أو تستخدم ده من أدوات الذكاء الاصطناعي زي Level Labs علشان تستخدم إحدى الأصوات باللغة العربية اللي إحنا شرحناها اللي ما شافش الفيديو اللي فات يعني أنصحك إن أنت تبص عليه حشان ختلاقي أصوات باللغة العربية يعني احترافية بجد احترافية حتاخد هذا النص وتستخدمه بالتشكيل بهذا المنظر وتبتدي إن أنت تعمل مثلا نص voice over إيه تاني طلبت منه؟ طلبت منه إنه هو يديني لوحة تفاعلية بتعبر عن هذا المحتوى مليئة بالصور التفاعلية والألوان وأيضا الرسوم الجميلة فابتدى إنه هو يقول لي إيه؟ فابتدى يقول لي إنه هعمل لك صفحة ويب تفاعلية باستخدام HTML وCSS وJavaScript وحستخدم معها إيه؟ وقال لي بالضبط إيه اللي هو هيدهولي وفي الآخر فعلا أعطها لي بالمنظر ده فديت إن أنا أعمل لها download وخدتها وفتحتها في نيو تاب ممكن كمان تروح تبص على الكود يعني لو أنت حابب وهنا قادي البريفيو يعني هو الأول بيكتب لك الكود وبعد كده بيديك البريفيو على طول حواريك الموضوع ده دلوقتي عاملي برضه عشان تتخيل الموضوع حيتم إزاي؟ هنا مغامرة دورة المياه قادي التبخر قادي التكسف قادي الهطول قادي الجريان حبتدي إن أنا أروح أفتحها في نيو تاب زي ما أنتوا شايفين كده إيه دي المنظر التبخر التكسف الهطول الجريان السطحي تعال نشوف عملنا بيئي كمان أيضا قلت له هل يمكن توليد إنفو جرافيك يوضح هذه العملية اجعله أو اجعل به تفاصيل عن كل عملية وهنا حيبتدي يقول لي حيعمل إيه وعطاني الإنفو جرافيك زي ما أنتوا شايفين كم انتهى الجمال قادي التبخر تعيش قطرة الماء في بحيرة وقادي التكسف وقادي الهطول وقادي الجريان السطحي وأيضا في إمكانية أن أنت تنزله وفتحته أيضا في تاب لوحده آدي المنظر زي ما إحنا شايفين الجروك ستوديو رائع جدا تم شغل حلو وزي ما قلت لك هي أدامة جانية بالكامل حابة بس إن أنا أوريك لو رحنا لجروك عشان تشوفوا إزاي هو بيكتب الكود هنا قلت له قم بعمل إنفو جرافيك باستخدام الـ HTML مثلا والـ CSS والجوفا سكريبت لو أنت حابب تحولها الويب بيج توضح عملية التمثيل الضوئي للنبات بالعربية مع استخدام الرسوم التوضيحية الآيكون والستيكرز داخل الـ Infographic وهدوس Enter أول ما قلت له أعمل لي إنفو جرافيك باستخدام HTML و CSS و جافا سكريبت عربي إن أنا عادي صفحة ويب براحة على طول كتاب لي الكود زي ما إحنا شايفين ده في حالة إن أنت مش عايزه رسمة أو صورة لو أنت عايزه رسمة أو صورة ما فيش أي مشكلة ممكن يدهالك عملية التوصيل الضوئي في النباتات امتصاص ضوء الشمس امتصاص الماء امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الجلوكوز والأكسجين هنا ممكن حقول له قم بوضع آيكون خاص بإنتاج الجلوكوز والأكسجين فهنا قال لي أنا حعمل تحديث الآيكونة المستخدمة فبيبتدي من أول وجديد هنا بس الحاجة اللي بأخد عليه إن هو عشان يعمل لي تعديل ودي ميزة الكنفاس إن أنت تقدر أي تعمل أي تعديل ويعدله لك داخل الكنفاس إن هو بيبتدي من أول وجديد فالموضوع ده إلي حد كبير بياخد طبعا وقته وبيستهلك من المصادر الخاصة بيه النموذج نفسه موضوع ما حط ليش يعني صورة ممكن هنا ساعتها لو أنت بتعرف يعني يتعدل في الكود بتبتدي تروح في الكود وبتروح للخطوة الرابعة وتشوف المشكلة فين المشكلة اللي موجودة في الخطوة الرابعة إن ممكن تكون الصورة نفسها تحط أنت مثلا صورة عند صورة من على الانترنت تحط مكانها الجلوكوز والأكسجين بشكل عام التنفيذ حالو أتمنى تكونوا استفدتم من معلومة النهاردة معلومة ممكن تفيه الناس كتير من اللي بتعمل محتوى تعليمي أو اللي محتاجة حتى مش في المحتوى التعليمي انت ممكن آآ عندك ريبورت أو عندك تقرير معين عايز تحطه في شكل ويببيج تقدر ان انت تشاركها وتقدر ان انت تشرح بشكل بسيط وسهل فممكن ان انت تستخدمه شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزي نبقى لكم في نهاية كل فيديو من تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنتم بتشوفنا لأول مرة ولو كنتم متابعين الأعزاء من تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته